بسم الله كلمة مع انتهاء أيام التشريق بغروب شمس غدا يوم الاثنين نودع أيام التشريق وينتهي موسم الحج والعشر المباركة أيها المسلم داوم على الأعمال الصالحة فإن العمل الصالح شجرة طيبة تحتاج إلى سقي ورعاية وعناية لتنمو وتثبت وتؤتي ثمارها أيها المسلم إن من علامات قبول الحسنة فعل الحسنة بعدها واعلم أيها المسلم رحمك الله أن المؤمن دائما يستصغر عمله مهما كبر ولا يحصر له به عجب مهما كثر ولا يغطر به ولا يتكل عليه لأنه يعلم أن نعم الله التي في جسده من سمع أو بصر أو نطق أو غيرها لا يستطيع أن يرد شكرها لله مهما قدم من أعمال أعمال عظيمة أيها المسلم إنه لا تناسب بين أعمال ظاهرة نؤديها أمام الناس نتعب أبداننا فيها ونخرج أموالنا ونضاعف الجهد في الأعمال الخيرية التي ظاهرها الصلاح وبين فجورنا في الخصومة وأكلنا للحرام والتمتع بالحرام والكذب في الحديث وشهادة الزر وأكل مال اليتيم واحتقار المسلمين وارتكاب الفواحش وغيرها من المعاصي مما قد يتبين أن تلك الأعمال الظاهرة لم تؤتي ثمرتها في تزكية نفسي هذا والله أعلم وصلوا وسلموا على محمد صلى الله عليه وسلم اشتركوا في القناة